اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونسميه photometric titration وده الموضوع اللي هنتكلم عنه بالتفصيل يبقى دلوقتي عرفنا ان الـ Spectro photometric titration curve علاقة بين volume of titrant على الـ X لان ده الـ Independent variable اللي انا بغيره بإيدي الأول والـ Absorbance على الـ Y لانها الـ Dependent variable اللي بيتغير تبعا لتغيره الـ Volume طالما هنقيس Absorbance يبقى لازم نعرف مين هو الـ Absorbing Species اللي لما تركيزه يتغير أثناء التـTritration هيأثر على قيمة الـ Absorbance وده اللي هيحدد شكل التـTritration curve وزي يطلع منه الـ End Point الـ Absorbance Species أكيد هيبقى واحد من التـلاتة Substances اللي بيبقوا موجودين في أي تـTritration اللي هم الـ Analyte أو التـTritrant أو الـ Product اللي بينتج من تفاعلهم مع بعض طيب التـلاتة دول إيه اللي بيحصل لتركيزهم أثناء التـTritration الـ Analyte بيفضل يقل لحد ما يخلص خالص عند الـ End Point وبالتالي لو هو اللي بيمتص الـ Absorbance هتبدأ عالية وبعدين تقل لحد ما توصل للـ Zero عند الـ End Point والعكس بالنسبة للـ Product بيبدأ يتكون وتركيزه يزيد تدريجياً لحد ما التفاعل يخلص عند الـ End Point وتركيزه يثبت وبالتالي لو الـ Product هو اللي بيمتص الـ Absorbance هتبدأ من الزيرو وبعدين تزيد لحد ما توصل لـ Maximum عند الـ End Point وتثبت بالنسبة للـ TITRANT ما بيبقاش موجود خالص قبل الـ End Point لأن أي كمية بتنزل منه بتتفاعل على طول مع الـ Analyte لحد ما الـ Analyte بيخلص عند الـ End Point ويبقى فيه إكسس من التـTritrant وتركيزه يبدأ يزيد وبالتالي لو التـTritrant هو اللي بيمتص فالـ Absorbance هتفضل ماشي على الزيرو طول التـTritration لحد الـ End Point وبعدين تبدأ تزيد بعد الـ End Point إذن شكل الـ Spectrophotometric Tithration Curve هيعتمد زي ما قلنا على مين هو الـ Absorbent Species عند الـ Wave Length اللي هنقيس عنده ودي بنعرفها من قيم المولر Absorbitivities للـ Analyte والـ TITRANT والـ Product عند الـ Wave Length ده خلينا نترجم اللي قلناه ده في صورة Graphs لو الـ Analyte بس هو اللي ليه Absorbance يعني الإبسلون بتاعته ليها قيمة أكبر من 0 إنما الإبسلون بتاعت الـ Product والإبسلون بتاعت التـ TITRANT تساوي 0 فالكيرف هيطلع بالشكل ده الـ Absorbance بتقل وبعدين تثبت وطبعا الـ End Point بنجيبها من تقاطع الخطين هنا ونشوف الفوليوم اللي قصادها كام لو كان الـ TITRANT بس هو اللي بيمتص هيكون شكل الكيرف الـ Absorbance ستة وبعدين تزيد بعد الـ End Point في حالة إن الـ Product بس هو اللي بيمتص الـ Absorbance بتزيد لحد الـ End Point وبعدين تثبت أما بقى لو كان الـ Analyte والـ TITRANT اللي اتنين بيمتصوا فبيطلع V-shaped curve الـ Absorbance بتقل في الأول لأن الـ Analyte بيقل وما فيش تأثير للـ TITRANT قبل الـ End Point وبعد الـ End Point الـ Absorbance بتزيد لأن الـ TITRANT بيزيد وما فيش تأثير للـ Analyte لأنه خلص هنطبق على مثال عملي هنعمل الـ Complex Formation Titration الـ Analyte عبارة عن Cover والـ TITRANT Edita والـ Product بتاع Reaction هو Copper Edita Complex الـ Complex ده لونه أزرق واللمضة Max بتاعته 745 نانوميتر وعند 745 نانوميتر الـ Edita اللي واحده مش بيمتص والكبر اللي واحده بيمتص امتصاص ضعيف بس احنا كده كده بنصفر به الجهاز فبتكون الـ Absorbance بتاعته بتساوي 0 وبالتالي احنا في الحالة اللي فيها الـ Product بس هو اللي ليه Absorbance عند الـ Wave Lens اللي احنا نقيس عندها فالمفروض تكون متوقع شكل التيتريشن كيرفي بعمل ازاي الخطوات بسيطة جدا بناخد 20 ميلي من الـ Analyte اللي هو Copper Sulfate ونحطهم في بيكر وبعدين نبدأ ننزل عليهم 1 ميلي من التيترنت اللي هو الـ Edita ونعمل Mixing كويس ونقيس الـ Absorbance عند 745 نانوميتر وبعدين ننزل 1 ميلي تاني من الـ Edita يعني كده نزل 2 ميلي ونعمل Mixing ونقيس الـ Absorbance وهكذا ونسجل في الجدول إرايات الـ Absorbance بعد كل ميلي بننزله وبعدين بنحسب حاجة اسمها Corrected Absorbance لان فيه فاكتور تاني بيأثر على الـ Absorbance غير الـ Reaction اللي بيحصل وهو Dilution ازاي نحسب الـ Corrected Absorbance بنضرب الـ Observed Absorbance اللي طالع من الجهاز في الـ Dilution Factor اللي هو Final Volume على الـ Initial Volume وده عشان نلغي تأثير الـ Dilution ويبقى التغيير اللي بيحصل في الـ Absorbance سببه الـ Titration Reaction بس يعني مثلا لو أول إراية Absorbance طلعت Point 2 هتكون الـ Corrected Absorbance بتساوي 2 من 10 في 21 على 20 الإراية التانية هنضربها في 22 على 20 وهكذا الحاد لآخر إراية هنضربها في 30 على 20 بعد كده هنرسم الـ Titration Curve Volume of Edited على الـ X والCorrected Absorbance على الـ Y ونوصل النقط ونطلع الـ End Point منطقاته على الخطين بعد ما نطلع الـ End Point عايزين نعرف تركيز الكبر هنعوض في القانون المولارتي في الفوليوم للكبر بتساوي المولارتي في الفوليوم للإدتا المولارتي بتاع الكبر ده الـ Unown اللي إحنا عايزين نعرفه الفوليوم بتاع الكبر 20 ميلي المولارتي بتاع الإدتا هنعوض بـ Point 1 مولار ده تركيز الإدتا اللي بنشتغل به والفوليوم بتاع الإدتا هو الـ End Point اللي هنطلعها من الكيرف كل كلامنا اللي فات كان في حالة إن الأنالايت عبارة عن Single Component طيب الوضع هيبقى إزاي لو بنعمل Titration لبيناري مكشور يعني هيبقى عندنا اتنين أنالايتس بيتفعلوا مع تايترانت واحد وينتج عنهم اتنين برودكتس في الحالة دي شكل الـ Spectrophotometric Titration Curve هيعتمد على حاجتين الحاجة الأولى اللي اتكلمنا عنها في Single Component وهي مين اللي بينطص عند الـ WaveLens اللي هنقيس عنده والحاجة التانية الجديدة اللي موجودة في البيناري مكشور هي مين من الـ Two Analyst اللي هيتفعل الأول مع التايترانت وبكده يبقى خلصنا كلامنا عن Spectrophotometric Titration متشكر جداً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته